في الوقت اللي النادي الأهلي بيحارب فيه في كل الاتجاهات عشان يحافظ على حقوقه بنتفاجئ بأن الدحك بيجي لحد عندنا من غير ما نبذل أي مجهور قبل ما نتكلم عن الدحك عايزين نشوف الوضع الحالي إيه النادي الأهلي خلاص أيام قليلة ونهاقي دوري أبطال أفريقيا هيكون خلاص هيتلعب في معاده زي ما الكاف أعلن أن المباراها تكون يوم 30 مايو إن شاء الله في استاد المركب الرياضي محمد الخامس النادي الأهلي لسه مكمل في الاتجاه القانوني اللي بيسلكه وبالفعل أقدم للمحكمة الرياضية الدولية شكوى رسمية وتظلم ضد قرار الكاف وتم بالفعل الإعلان عن ده والإعلان عن تزديد كل الرسوم اللي كانت ناس فاكرة أن يعني عشان تقدم حاجة لمحكمة الرياضية الموضوع دوت بيبقى فيه فلوس كتير وتكاليف كتير وإن النادي الأهلي ممكن يتراجع عن الحل ده خاصة إن المباراة خلاص بشكل شبه النهائي هتتلعب في المعاد والمكان اللي حددهم الكاف طيب إيه الوضع دلوقتي؟ الوضع دلوقتي إن النادي الأهلي خلاص بقى بياخد الخطوة التانية إحنا دلوقتي في الطريق للحفاظ على حقوقنا خلال الفترة اللي هيكون النادي الأهلي إن شاء الله متواجد فيها في المغرب الاتجاه القانوني خلاص إحنا ماشيين فيه ما فيهوش أي مشاكل خالص إنما اتجاه بقى الكورة والملعب والمباراة والتسعين دي أبتاعة نهائي دولة أبطال أفريقيا التالت على التوالي فيها كلام كتير قوي أول حاجة من الكلام الكتير قوي ده إن بيتم التجهيز لإصطحاب مجموعة كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي مع الفريق للمغرب لدعم النادي الأهلي في المباراة النهائية وطبعا النادي الأهلي عشان يعمل ده لازم يحصل على الضمانات الكافية من الكاف بإن المباراة والملعب بتاعها هيكون 50% أهلي 50% وداد إن شاء الله حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص اللي إحنا يعني مش شايفينه خالص بعيدا بقى عن أزمات الكاف وملعب نهائي دورة أبطال أفريقيا خلينا نتكلم في الحاجات المبهجة عندنا شهر مايو ده يعني الحمد لله رب العالمين كل يوم الحمد لله بطولة جديدة بتضاف لدولاب النادي الأهلي الفرق الجماعية للنادي الأهلي والألعاب الأخرى بعيدا عن كرة القدم الحقيقة بيقدوا أداء أكتر من رائع جدا وإنجازات كبيرة جدا بتحصل قدام عمالقة سواء على مستوى اليد أو الطائرة أو كمان السلة لكن خلينا نقف عند نقطة مهمة جدا إحنا دايما بنأكد عليها لما تيجي تلاعب الأهلي خلي بالك كويس قوي لحد آخر جزء من الثانية في المباراة وقبل ما نختيب نروح لسؤال حلقة النهاردة سؤال حلقة النهاردة عن واحد من نجوم التسعينات النجم ده كان مدافع قوي جدا مدافع رجولي وأداءه قوي وعمل زي الصخرة كده الرجل المهم ده جيه لعب في النادي الأهلي من غزل المحلة في فترة التسعينات مع ألان جريس وكان واحد من نجوم الفريق الدهب المحلي وقتها اللي كسب الدوري سنين كتير متواصلة كان لنصيف أنه يفوز بخمس بطولات ترى مين هو النجم الكبير ده وخلينا فكركم بإجابة سؤال الحلقة اللي فاتت اللي كانت يعني ناس كثيرة عارفاها خاصة لما قلنا إن هو كان بيلقب بالفناجيلي الصغير وهو طبعا نجمنا الكبير كابتن خالد جد الله كان معاكم أحمد عصام ونتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة ويلا يا قهد